السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واحبابنا الكرام اهلا وسهلا منكم في فيديو جديد. النهاردة فيديو تعليمي لبرنامج كين ماستر والنهاردة هتكلم عن تقطيع الفيديوهات. اه ناس كتير قوي بتبقى محتاجة ان هي تقص الفيديوهات بتاعتها ولكن للاسف ما عندهاش برامج كويسة او ما بتعرفش تشتغل على البرامج. النهاردة هعلمك ازاي تقطع على برنامج كين ماستر بكل سهولة جدا جدا. دلوقتي البرنامج موجود على جوجل بليه ممكن تحمله اه وتشتغل عليه عادي. طبعا بعد ما حملت البرنامج اه والواجهة اللي انت شايفها دي هندس على علامة الزائد. زائد دي بتلاقيها مكتوبة في اغلب البرامج مشروع جديد. طبعا بعد ما دست عليها هيظهر لك تلات اختيارات احنا دايما بنشتغل على ستاشر وتسعة اللي هي على الشمال لان هي بتجيب لك الشاشة بالعرض يعني. تمام? فدلوقتي بيفتح لك بوشرة فانت بتختار البرنامج او بتختار الفيديو اللي انت محتاجه علشان تشتغل عليه. فانا طبعا اختار اول فيديو عندي وبعد ما اخترت ادوس عليه علامة صح. فدلوقتي الفيديو ظهر قدامك اه في شريط الشغل بتاع البرنامج. دلوقتي فانت بتسحب بصباعك كده يمين وشمال. دلوقتي طيب انا عايز اول عشر سوان في الفيديو وامساحهم مش محتاجهم. اعمل ايه? هتدوس على بصباعك على الشريط كده وهتختار اه العشر سوان اللي انت مش محتاجهم وبعد ما تختار هتروح دايس على الشريط تاني كده بصباعك لحد ما يظهر اللون الاصفر على جوانب الشريط. بعد كده اه هتلاقي في ايكونات ظهرت لك من مبنها المقصة على يمين. فهتروح مختار المقصة وبعد كده اختار اول اختيار. خلاص انا كده شلت العشر سواني اللي انا مش محتاجهم وبعد كده اروح دايس على علامة صح. تمام? طيب دلوقتي انا شلت اول وعاز اشيل مثلا اه خمس سواني في المنتصف. اعمل ايه? اعمل نفس اللي انا عملته اول مرة. اروح دايس على الشريط لحد ما يصفر الجوانب بتاعته. وبعد كده هتلاقي المقص ظهر لك مرة تانية اروح دايس عليه. وهروح مختار تالت اختيار اللي هو تقسيم عند الاطار. تمام? اروح دايس عليه. وبعد ما دست عليه اروح دايس على علامة صح. هتلاقي ايه اعمل لك ايه? اعمل لك فاصل كده بعلامة زائد في نص الفيديو. طيب دلوقتي اه انا محتاج مسلا ست ثواني. اشيلهم. اعمل ايه اروح احسب الست الثواني اللي انا عايزهم بالشريط. انت كده كده بتصحب بصباقك فيظهر معك الشريط وبيظهر معك عداد الشريط او عداد الثواني زي ما انت شايف كده. هروح مسلا اروح دايس عليه مرة تانية. هيظهر للشريط اروح مختار تالت اختيار. وبعد ما اخترت اروح دايس على علامة صح كده انا اسملي الفيديو بتاعي لتلات اه مقاطع وانا مش محتاج المقطع اللي في النص اروح دايس عليه. اروح على علامة المسح اللي على الشمال دي اروح دايس عليها. كده الفيديو اتمسح من المنتصف الجزء اللي في النص ده لعم كنتش محتاجه فكنت اتمسح. طب دلوقتي انا عايز احزف اخر عشر ثواني في اخر الفيديو اعمل ايه? اروح دايس على الشريط وبعد كده هيظهر للمقص اروح مختار المقص برضو. وبعد كده اختار تاني اختيار وكده اصيلي وبعد كده اروح دايس علامة صح كده قصي لي العشر ثواني الاخرين لانا مش محتاجه. كده انا بقى زبطت الفيديو بتاعي من اول ومن نصه ومن اخره. تمام? وبعد ما خلصت اروح دايس على علامة اللي فوق على اليمين دي كده. وبعد كده هو بيوجهها كبقى لاختيارات حفظ الفيديو اعز وبقى اي صيغة بقى صيغة عالية صيغة آآ منخفضة آآ حسب ما انت آآ محتاج الصيغة بتاعة الفيديو. طبعا احنا بعد كده بنختار وبعد كده بندوس تصدير كده الفيديو اللي انت خلصته الشغل عليه بيروح مباشرة كده بيبقى جاهز انك انت ترفعه على اليوتيوب او على الفيسبوك او ايا كان اللي انت هترفعه عليه. تمام? دي آآ كانت نبزة مبسطة لكيفية تقطيع الفيديوهات على برنامج كين مصر. فلو عجبك الفيديو ما تنسلاش آآ لايك للفيديو سبسكرايب القناة وتفعيل زر الجرس. وان شاء الله بإذن الله المرات القادمة آآ هيبقى فيه شرح مبسط لكل نقطة كده كين مصر. علشان خاطر توصل آآ لمرادك بكل زهولة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.